ياهلا ومرحبا فيكم صباحكم والله بالخير احنا متواجدين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حيث ويعقد اللقاء شركاء التوجيه المهني الذي ينظمه مركز معرض قطر المهني لهذا العام تحت عنوان رؤى مدعومة بالدليل حول التعاون الاستراتيجي بين شركاء التوجيه المهني في دولة قطر راح نتعرف اكثر مع السادة عبدالله الملخ صالي العمليات في مركز معرض قطر المهني ياهلا ومرحبا فيك وصباحك الله بالخير السادة صباحك الله بالنور يهلا فيك مرحبا السادة عبدالله في البداية نصبع لكم الخير ورحب بك على شاشة قناة الريان ويلا تحدثنا اكثر عن حول هذا اللقاء يهلا فيكم في هذا طبعا لقاء الشركاء التوجيه المهني هو لقاء هذا يقام على السنة الأولى ان شاء الله راح يكون في هذا اللقاء تجميع بين المرشدين الاكاديميين سواء المرشدين الاكاديميين المهنيين في المدارس المستغل ومدارس غير مستغلة ايضا اضف إلى ذلك هناك مرشدين الاكاديميين في الكليات والجمعات اضف إلى ذلك المؤسسات سواء كانت الحكومية والشبح الحكومية ايضا يتواجد فيها المرشدين المهنيين لدعم الموظفين سواء كان في مؤسساتهم او من خارج المؤسسة اللي يخدمونها في العلاقات العامة وغيرها طبعا جاء هذا اللقاء من فكرة ان احنا صحيح عندنا ارشاد التوجيه مهني موجود في الدولة ولكن متوازعين على عبدالطرق فهذا المؤتمر او هذا اللقاء جاء ليجمحهم على طريق واحد نعم تعددت الوسال والادوات كثيرة في ارشاد والتوجيه ولكن هذا اللقاء ان شاء الله راح يجمحهم على اربع محاور رئيسية راح نطرق في محاور رئيسية محور خاص بالاولياء والامور والطلبة بما انهم الفئة المستهدفة في هذا اللقاء الله يتكملها فيها استاذ عبدالله لو بنتكلم عن الشركة كون التوجيه المهني قبل فترة سويت الدورة اظن الارشاد المهني ولكن حاليا من شركاءكم في هذا الطريق صحيح عدة دورات تطريب قبل اللقاء هذا في دورات في ارشاد والتوجيه المهني على مستوى الطلبة فيها على مستوى المرشدين الاكاديميين وفيها على مستوى التربويين وايضا المؤسسات التربوية الشركاء الموجودين حاليا هي الوزارة التعليم والتعليم العالي بما ان انت عارف اغلبية الطلبة هم المحتاجين اشارة التوجيه المهني ومن الضروري انحنا نكون او تكون وزارة التعليم والتعليم العالي شركة أساسية في هذا اللقاء أضف إلى ذلك هناك أيضا مؤسسات تربوية رح تشاركوا هناك تربوين خلصائيين هناك مستشارين مهنيين أيضا رح يكون موجودين في هذا اللقاء يعني هي مثل ما نقول تعارف وعلاقات وأضف إلى ذلك أنها خبرات رح يستفدون منها في جميع المنصات سواء كان في الإرشاد والتوجيه المهني أو على المستوى الأكاديمي. شي جميل جدا أستاذ عبدالله لو بنت تطرق على موضوع محتوى اللقاء هل بيكون في وراج عمل هل بيكون لقاءات اجتماعات مناقشات جلسات حوارية صحيح في البداية إن شاء الله رح ينوح فيهم بعدها رح يكون إن شاء الله جلسة حوارية بين شخصتين رح تكلمون عن الإرشاد والتوجيه المهني في الدولة وراح تكلمون اكثر عن دور الإرشاد والتوجيه المهني في دعم رياض قطر 2030. أضف إلى ذلك إن شاء الله بعد هذا اللقاء رح يكون إن شاء الله في استراحة بعد الاستراحة رح تكون أربع محاول الرئيسية على حسب كل مجموعة إذا أنا كنت ولي أمر راح أدخل في المجموعة الرابعة اللي هي تخص أولياء الأمور تخص الطلبة إذا كنت أنا مرشد أكاديمي راح أدخل على المجموعة الثالثة إذا أنا كنت مرشد مهني في مؤسسات حكومية أو شبه حكومية للمهن أو العمل أو الوظائف راح أتطرق حق المجموعة الثانية وهكذا راح تتم توزيحهم على أربع مجموعات كل مجموعة فيها محاول راح يكونون فيها تقريبا من ساعة لقائך ساعة ونص فيها شيء جميل جدا فيه غير الوراش غير هاللقاء ممكن يسير فيه لقاء ثاني في حال نجاح هذا اللقاء أوisis توجه ثاني للمعرض طبعا نجاح اللقاء هو إن شاء الله على الحضور إن شاء الله من ثم تشاهز الحضور بدأ يتقكب علينا لكن النتائج ما بعد اللقاء هذا راح تطلع دراسات نحن نناقش دراسات أعدة والسابق أيضا نناقش هذه الدراسات على أساس أن نطلب نتائج هذه النتائج إن شاء الله راح نعلنها على أساس أن اللقاء فائدة هذا اللقاء إيش اللي صار فيه والمحتوى اللي صار في هذا اللقاء وكيف حنا نستفيد فيه وكيف حنا أيضا بعد نوزع هذه النتائج حق الجهات الثانية أكيد أن في جهات أخرى لم تعلم حاليا اللقاء هذا وودها أنها تحضر أو أنها ما سجلت تسجيل مبكر لكن إن شاء الله راح يكون موجود جميع البيانات جميع النتائج اللقاء هذا مصور راح يكون موجود إن شاء الله على الموقع الإلكتروني بمكانهم يستفدون فيه وفي حال وجود أي استفسار بخصوص اللقاء سواء كان بعد هذا اللقاء إن شاء الله ممكانهم أن يتوصلوا ويانا ويحصلوا جميع البيانات التي تعلق بهذا اللقاء حلو شيء جميل أستاذ عبدالله أخيرا قبل أن نختم إياك نبي نستفسر هذا اللقاء أثره على الطلاب بشكل عام لو ما راح يتكلم عن أولياء المرضية ولكن للطلاب خاصة حاليا في الوقت اللي نحن في حاجة هذا الإرشاد أنت في الحقيقة نروح حق المرشد الأكاديمي أو المرشد المهني الموجود في المدارس لازم نعدى أعداد صحيح وبالتالي إذا أنت أعداد المرشد الأكاديمي أو المهني في المدارسة أعداد صحيح راح ينعكس إن شاء الله على الطلبة فأحنا أهم شيء نبتدي بالأساس اللي هو المرشد الأكاديمي وبعدها إن شاء الله نتائج هذا اللقاء مع المرشدين الأكاديميين والورش والدورة التدريبية التي تصير لهم ممكن نتائجها يتبرز على الطلبة فتشوف الطالب يختار تخصص صحيح يختار مهنته بشكل أصح وبالتالي تكون نتيجة ناقصناها على الطلبة لا يمكن ناقص النتيجة ونجاحنا بحضور المرشدين الأكاديميين أو غيابهم لكن إن شاء الله أنا متوقع المرشد الأكاديميين يرجعون على مدارسهم يرجعون على جهاتهم راح نشاء الله نتائج هذه النتائج ما راح تطلع في سبوع ولا في شهر ولا في فصل ممكن خلال سنة كاملة متعارف في سنة دراسية كاملة ممكن هذه تطلع النتائج وعلى الله نكون في اللقاء الشركات توجيه الثاني أن نحن نأخذ هذه النتائج ونقابلك إن شاء الله فيها ونعطيك النتائج بإذن الله بإذن الله لكل شكلك أخويا عبدالله الملا ومدير العمليات في مركز معرض غطى المهني والله يعطيكم العافية يعطيك العافية وعساكم على القوة الله يقويك يا رب طبعا عزيزي المشاهدين وصلنا نهارة هذا اللقاء كانوا يانا عبدالله الملا من مركز معرض غطى المهني الذي يحدث الأكثر عن هذا اللقاء بشكل عام عن أنه يشمل الطلاب أيضا أولياء الأمر أيضا للمعلمين ومن حاب أن يحضر في أمر الشهاد المهني أيضا من سجل تجيل مباكر وتقدرون تستفسرون أكثر عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أيضا مواقع تواصل اجتماعي التابع لمعرض غطى المهني هذا كله اللي عندي بمركز غطى المؤتمرات والله يعطيكم العافية